الابريكي يحكي على ساعات ساعات العمل يحكي على أيام العمل يحكي على المواثفين عموماً الإدارة هل تسمعوا شنوه قال ونرجو نعلقه في البلاتون الإصلاح الإداري يتطلب هاني نقوله هنا مراجعة المصاريف متاع التسيير يجمع السيارات الإدارية لابد من مراجعتها وتعويضها الليسوس يتراجع ويتعوض مش ضرب مكسب بدلوه بعجلة أخرى خلي واحد يقول لي حس على كرهبته الأخرى ونقف هنا يحكي على قيمة العمل أنا عم في تونس نعودها خلي تغشفوا برشا نخدموا في ربعاية ونصف الجمعة ما نخدموش حتى في خمسة يار تقول يا حبو نحو النار صبت ومعه يا سيدي ما تنحيهش أعطي الجمعة والصبت خلي نتجاوزوا الإشكال هذا هكذا حد ما زال في علاقة بالأخرين والجمعة في علاقة بالأخرين معناها الإدارة التونسية تتطلب مراجعة جوهرية حلقة من حلقاتها الأساسية هي هذه مراجعة جوهرية للإدارة حلقة من حلقاتها الأساسية هي من العمل السيارات الإدارية كله للمراجعة بالنسبة لعبيد لبريكي العدد دقيقة دقيقة سونية خمسة شوهر يمعجبكش في كلام عبيد لبريكي عريض خمسة شنو اللي عجبني؟ اللي عجبني أولاً أنه صحيح أنه عندنا مشكلة متاع السيارات الإدارية صحيح أنه أفانتاجي تعتال بعض المسؤولين لكن أولاً فيها تكلفة كبيرة للدولة مش على مستوي اقتناء السيارات صحيح أنه تحسوا شوية رزق البيليك السيارة سيارة الوظيفة أو السيارة الإدارية متاع مسائلش فشخها كما تحب دكدجها كما تحب أبريتو تصليح على الدولة تعرف ما توجع كن واختي تمدي يدك المكتوبك ونعرفوا شنو معناها أحنا وقلي نصلحوا كراهبنا ونعرفوا وقلي واحدة يصير له حادث وإلا قطعة بيش تغيرها تعرف شنو معناها الوجيعة متاعك لتعبط دونك فما المشكلة هذية صحيحة متنحيش متنجمش تنحي السيارات الإدارية خطر فما اللي يخدموا بيهم وإلا سيارات الوظيفة اللي هما الناس امتياز معناها في عود نزيدوه في الشهرية وكعندو بعض الامتيازات فما الناس عندهم مسكن وظيفي فما الناس عندهم سيارة فما اللي عندهم بنوات الليسانس حتى أما بالحق هذية يستدعي يستدعي يعني أنك ما هو شي رزق البليك أنه الحادث وقت يصير ربما النجم ونعطيه سيارة وظيفة لكن التصليح عليك أنت يا خوية مش على الأقل تحافظ أنت عندك فكرة أنت عندك فكرة التصليح وقطاع الغيار شنو يتكلف على الدولة كان جاي كل واحد يدفع من مكتوبه نأكد لك اللي العبيد كلتو اللي ترد بالها هاتي ترافيك لي فيه أما رو زيدة بالنظرة هذي للأشياء رو هي زيدة الوظيفة العمومية ديجا معاش يمشي ولها العبيد برشة الكاليفية لا هي معاش معاش الدخل للوظيفة العمومية رأي مسكرة لها سنوات لاحكي نحن جنيرا الغدوة بشترجع الدخل الغدوة بشي يخرجوا عبيد شي يدخلوا عبيد أخرين قولك أنا نمشي للبريفي ناخد شهرية خير وديزافونتاج خير كنمشي للوظيفة العمومية كالكبار هذا ولا فما مشكل متاع كافئات نسبيا بيصير فما ناس كافئة في الوظيفة العمومية نزيدنا نضرب هالأفونتاج متاع الكراهب وغير وكذاب معناه بشوالي كان قبل كذا أنت تقترح أن يوالي يصلح على مكتوب ومرأش أنه هذا أصلا لمشكل أيام العمل مثلا بالحاجة قولك العبيد في تونس تخدم أربع أيام ونصب ولم يقترح أن نستخدم بنهار السبت رغم اللي فما شكونا طالب أن نسترجع تخدم بنهار السبت هو طالب قبل ما نعرش أنتو كافر أنا ما فهمتش خطر قلعتي الجمعة والسبت ولا حد ما فهمتش لكن أنا نتسئل شي يخدمه عبيد هو حر يعرف الحكاية من داخل ما يعرش الحكاية من داخل ما يعرش إش ساير في الإدارة نحنا ما نخدموش في الإدارة ونعلقو نحنا نخدمو معناه بشو نعلقو هالساعتين ونصف هو سياسي نقولك نعرف الوضع عندي دراسات عندي أرقام أنا مشكلتي معاه معناها هذي الكل ست صنارة لإستقطاب العبيد أنا نحكي لك في الموضوع اللي حكيت البنوات لسانس واحد العبيد الكل يحكيوا فيها وكالصفحات هاتيني الحلوب كيما كيش جو هاي توقي تقول أنت السيارة الوظيفية سيفري الرسانتي كيترا أنا البرح وقام مشيت نقضي نرقى سيارة معناها إدارية طالع فوق المادة ولطخة ما سمعتها أنا في كرهبتي بالحق ما يحس عليها أنا معها مثلا يخو بريم دو ترانسبور ولا بريم دو كاربيرو كتعطي أربعمائة بون لسانس والعائلة الكل تتمعش أنا ضد مثلا لفات اللي ناس تخدم في وظيفة يورثوا الوظيفة الإدارة الكلها مش كان لسانس بارشا حاجات ومش كان الوقت معناها نظرة مش شاملة لإصلاح الإدارة والأوراق والسلويت والكراهب ريتم من ريتم من نحكيه على مبارك مقارنة ميزانية الدولة ما هو شو ما بشي غيروا الواقع اليوم حتى يسيدي نحنا اشتر الكراهب واشتر البنويت هذا اللي بشي غيروا الواقع عمتانا مش هذي مش هذي الواقعيات تقولي ساعات العمل طريقة العمل كيفاش الوبتيميزازيون معناها متاع الرندمان متاع كل موظف السيرفيس السيرفيس اللي قاعد يخلت للمواطن نسمعك مية في السيارات مزيدة حاجة يسمع حوق ما رشيد رهر لي أنا في بالي قاسيم برشا على الإدارة اليوم كان فيما فترة من الفترات تمنع التونس هي الإدارة التونسية رأو عنا برشا كفاءات اليوم أنا سمحني مدير ولا مدير عام ولا ما عنده مسؤول سامي في الإدارة شو تحبو يمشي على ساقية تحبو يأخو الكاركي الناس تحبو يكون مواطن عادي كيما أي إنسان عادي ليه مزيم شك مزيم شديد أن نخذروا بالنظرة هذه أن الناس اللي يخدموا في الإدارة كلها قاعدة تتمعش مش صحيح فما ناس قاعدة تخدم وقاعدة تخدم في خدمة كبيرة وقاعدة ضحي وقاعدة تعمل في حاجات وظروفهم خائبة لبيرويت لكريسي لكليماتيزيون لشوفار كانت هزوا الشركة خاصة طيوة اللي يخلص خمسة ستة مرات قد لأجر متاعهم ريت الإدارة والوضعية متاعرش شنوه السبب وشنوه النكيزة معناه أنا كنشوف لا كنشوف مثلا الوضعية اللي يخدموا فيها البيرويت الحالة المزرية الكليماتيزيون تدخل حتى المركز أمني تدخل حتى البوستر لقباضة تقول هذا مسكيني عادي ما بساعات يكون واحد منطقي من يسوي على كرسية في البيرويت هذا وإنا نحبه يكون باشوش ويرحب بالكليونير مع العوجة متاع المواطنة التونسي فما تكاركير فما نعدم المسبولية فما نعدم الزمير المهني هذا كله موجود آما كنوغزرين هكا في دانسامبل نلقى الوضعية اللي يخدموا فيها الحالة الشهاري الكذير يصعب جدا أنك التالب بالرنسفور بالروح وباش يعطيك وباش كذير سينتو كيبش يتسلح يزم يتسلح الكل بجيش أنا المواطن هو دجارة وعمل عركة عشرة سنين على كليمتيزور بيرو وعلى الكرسي وعلى الطاولة وقل حتى بنويت الماكلة باش نقص لك فيه وحتى بنويت لسان يزمنا نقصوا واحتيني رنسفور مخير سينتو نظرة شاملة وتبدل الأشياء في كل شي وقتها بوتيتر نجم السلح وفيه علاقة بالإدارة